اول مواجهة هتكون ما بين باريس سانجرمان وبايرن ميونخ. باريس سانجرمان وبايرن ميونخ يمكن اه معظم الناس اتجهب يروح لان باريس سانجرمان اه وبايرن مباراة طبعا هتكون قوية جدا ولكن شايفين ان بايرن مكتسح اه اه كل الفرق بايرن كعبه عالي جدا بايرن 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 بايرن. اه ولكن انا شايف بعيدا عن ان ليفندوفسكي اتصاب وممكن يعد شهر مصاب. آآ وان طبعا ليفاندوفسكي قوة ضاربة في بايرن ميونخ. لأ من قبل ما ليفاندووسكي يتصاب انا وجهة نظري ان باريس هيكسب بايرن ميونخ. وهيصعد من بايرن ميونخ وهيعدي من بايرن ميونخ وهيعمل ما تاريخية على بايرن ميونخ. امش هيكسب سكور كبير دي وجهة نظري. ولكن هيعمل مباراة اكثر من رائعة. باريس سانجرمان في أوج تقلقه باريس سانجرمان مع بوتشتينو طبعا خلي بالك هو لي 900 نط في بوتشتينو بوتشتينو بوكوتينو يعني مدرب نط تنهام السابق اللي هو مع باريس دلوقتي فهو لي نط كتير جدا باللغته بالأرجنتيني ولا باللغة الإنجليزية ولا باللغة الكوالا لمبورية فهو بوتشتينو بوتشتينو أيا كان فعايز بتنفسه بقدارة لان انا شايف ان هو اه تم ظلمه لما تم اقالته من توتنهام بعد تقلقه مع توتنهام وصوله لانهائي اه امام وخسر في مباراة كانت يعني اه مباراة كانت شبه متساوية بين الطرفين كنوا ان يوصل بتوتنهام لانهائي الناس ما كانت متخيلها يعني يعني عمل مسم تاريخي مع توتنهام لا انتوا بتقلوا عشان ما اخدش بتهرجوا يا جماعة وانتوا كنتوا تحلموا انت وصلوا لانهائي اصلا موضوع صعب وانت بتحلم انت تحصل لانهائي ده ده يعني وفرقة مش 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 قاهرية يعني يعني مش فرقة قاهرة لا ده فرقة كويسة عارف استغل العناصر اه في عناصر جاية ده جدا جدا وكل فرقة العالم عايزاها زي هاري كين زي سن زي زي ولكن الراجل عارف يوصل بفرقة برضو مش كلها نجوم عمل عمل انجاز فانت تقيله فده ظلم فهو راجع مع باريس سان جرمان يعني بص ايه بياكل النجيل انا هاخد للشامبينز ليج انا هاخد للشامبينز ليج فاعتقد ان باريس سان جرمان هيكسب باري ميونيخ باذن الله طبعا تشيلسي وبرتو بورتو قوية وكل حاجة وحصان اسودة لكن تشيلسي مع توماس تخيل عملة اداء استثنائي وعملة موسم من ساعة ما تخيل جاي يعني استثنائي عملة موارات استثنائية شفنا تغيير في طريقة لعب تشيلسي شفنا غزارة هدفها من تشيلسي شفنا ايجادة من لعبين تشيلسي في مراكز ومرباط يعني اللعب اللي قال لهم عليها توماس دخل فاعتقد ان تشيلسي يعدي بورتو ومش بصعوبة اوي فهتلاقي تشيلسي احد طرفين نصف النهائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة وزي ما شفتوا الفيديو اللي كان من شوية بفضل الله تعالى ان توقعنا ان تشيلسي يعدي من بورتو الحمد لله عدى توقعنا ايضا ان باريس سان جرمان يعبر من بايرني ميونيخ والحمد لله عبر والتوقعين التانيين اللي فضلين عندي ان شاء الله ربنا يعني ما يغزلناش اه ان طبعا اه اه السيتي يعدي من بروسيا دورتموند وايضا ان ليفر بول يعدي من ريال مدريد ده اللي توقع صعب شوية زي ما كان باريس سان جرمان وبايرني ميونيخ صعب ولكن الحمد لله ربنا يعني جبر بخاطرنا في التوقعات فلغاية دلوقتي لو يعني 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 فعلا ازا ريال مدريد عدى من ليفر بول غدا وهو اللي صعد نص النهائي يبقى احنا كده تلاتة واحد تلاتة توقعات صح هو واحد جلة ولكن لو ليفر بول قدر ان هو يعملها زي ميورجن كلوب بتكلم النهاردة وقال لك ان احنا ما فيش حاجة نخسرها ومش بقينا على حاجة وعدى من ريال مدريد فالانفلد بكرة هو محتاج اتنين صفر بس ساعتها الحمد لله يبقى لاربع توقعات صح ويعني انا ما زلت بتحدى دكتور ممدوح نصر الله انا عرف ان هو ما شافش فيديو اللي فات ومعرفش ما شوف فيديو ده ولا انا ما زلت بتحدى على لقب ملك التوقعات هو ادى اللقب ده نفسه اتمنى ان هو يكون مبسوط باللقب ده ولكن ان شاء الله السنة دي هنتزع هذا اللقب من دكتور ممدوح نصر الله وطبعا احب اقول له كل السلامة طيب وطبعا ادعي لوالده باذن الله بالشفاء والد دكتور ممدوح نصر الله يعني مريض فربنا رب يشفيه وعافيه باذن الله وقاموه بالسلامة ان شاء الله يا رب ويبارك في عمره وفي صحته يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين ان شاء الله خلينا نتكلم عن مباراة النهاردة الاولى ومباراة النهاردة التانية يعني نتكلم عن مباراتين اليوم طبعا باريس سان جرمان مع بارنم يونخ وايضا تشيلسي مع بورتو وسبحان الله الاتنين اللي خسروا النهاردة هما اللي صعدوا يعني يعني يشوف دي بقى ايه سخرية القدر ان النهاردة باريس يخسر من بايرن في بارك دو برينسيز على ارضه واتشيلسي يخسر من بورتو آآ في ستانفورد بريتج على ارضه ايضا والاتنين اللي خسروا على ارضهم النهاردة هما اللي صعدوا ولكن هما صعدوا ليه عشان كسبوا برا ارضهم اللي اتنين برضو كسبوا برا ارضهم آآ آآ باريس سان جرمان كسب في الايانز ارينا في المانيا على ارض بيرنيونيخ وتشيلسي طبعا كسب اه على ارض بورتو. المباراة بمنتهى البسطة بتاعت باريس سان جرمان انا شايف المباراة يعني ايا كان انت بتشوف تحركات لعيبة وبتشوف تاكتكس وبتشوف كرة قدم سريعة جدا وكرة قدم رهيبة بعد ان تفرج عليها بتجيب عكاية بتجي تفرج على دور المصري هنا بتحس ان انت عارف اللي هو ايه لا في حاجة غلط يعني يعني هو دي كرة قدم وده كرة قدم لا في حاجة فالموضوع كله اجماعة مش قصة ان اه اه يعني تحركات وكرة قدم وكل حاجة وزي ما بنقول ان انت بتجي تفرج على كرة القدم دي بتجيب عكاية ترجع للدور المصري او اي دوري تاني يعني يعني مش اوروبي او مش بيرن وباريس بمعنى اصح لان برضو في بارد دوريات الاوروبية بتيجي تفرج على مشابة حيس انت برضو قاعد متضايق لا في كرة قدم النهار ده غريبة يعني بصوا يا باريس سانجرمان وبارن ميوليك يا مع ايه الصرحة دي انت وانت بتتفرج انت بتنهج من كتر الصرحة انت عمال تنهج عمال مع اللعيبة فهم الحكم ربنا يكون في عونه يعني بجد اه بارن ميوليك يفتقد العناصر قوية يمكن ابرزهم ابرزهم ليباندوفسكي طبعا ابرزهم ده ده مأثر مع بارن جامد جدا وكتير جدا وايضا كيلور نفاز اه يعني شايل كتير كتير اه مع باريس سانجرمان بيزد في المباراة السابقة فعلا حارس انا شايف الدنيا مديد افتقده تماما وكان خطأ كبير جدا من باريس انه يبيع كيلور نفاز ولكن في النهاية ولكن القصة كلها في بوتشتينو طبعا مش هعد كل مرة اعيد نفس الكلام وقول ان هو بوتشتينو او بوتشتينو او بوتشتينو او بوتشتينو او بوتشتينو هو اسمه غريب ومعقد فاحنا مش هنقرف نفسنا مدرب باريس سانجرمان يعني انا خليبك وليك ازا نطق يعني فالراجل ده جماعة زي ما بقول لكم تظلم مع فتن هام فجاي زي ما بقول لكم تاني بيأكل صحابه الراجل ده ما بيهرقش داخل ياخد ومن دور الستاشر تقريبا ولا من اول ما بدأ استنده انا بقول لك باريس سانجرمان هياخد مش هيفرط فيها الراجل ده جاي ياخد جاي يرد كرامته جاي يرد اعتباره امام العالم كله نفس الكلام توماس تخيل مع تشيلسي جاي يرد اعتباره ايضا بعد اقالته من باريس سانجرمان هيروح مع تشيلسي الراجل النهاردة بجد يعني انا عجبني او اداء تشيلسي جدا والخطة اللي كان اعملها تلات اربعة اتنين واحد وعجبني اوي ان كان بلعب تقريبا بدون مهاجم يمكن كان كاي هافرط موجود يعتبر مهاجم مهمي والرجل بيعمل ابداعات في التشكيل تغيير في التشكيل من ساعة ما تهم استخيل جاي تشيلسي فعلا وهو عامل يعني مباريات اكثر من رائعة وهيروح بتشيلسي لمراكز متقدمة ويروح بتشيلسي لاماكن متقدمة فالف مبروك طبعا لتشيلسي والف مبروك لباريس سانجرمان والمباريات القادمة يا جماعة تكون مولعة انا انا بقول لك من هنا من موقعي هذا انا متوقع باذن الله ان باريس سانجرمان هيكون بطل لهذا الموسم باريس سانجرمان مش بيهزر وقول لك على حاجة اضافية اخرى بعد ان باريس سانجرمان يبقى بطل اه اه هذا الموسم توقعي ان بابي مش هيكمل في باريس سانجرمان واعتقد انه هو هيروح يا ريال مدريد يا برشلونة. بس غالبا طبعا بالنسبة كبيرة جدا ريال مدريد واعتقد ان هلند هيروح برشلونة. ونايمار هيفضل موجود في باريس سان جرمان لان اعتقد برضو ميسي جيله او محمد صلاح جيله ايهما اقرب الموسم الجاية هتشوفه كمية انتقالات تاريخية يا جماعة. بعد كمان ان الاتحاد الدولي اه قرر اه الغاء قانون اللعب المالي النظيف. فالدنيا بقت صباحة لفل كله ايه? في الزبادي في الخلاط فاتشوف انتقالات غريبة وعجيبة وكان معك اخوك عمر عاطف من قناة صاحب الكورة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد وسلام عليكم.